نشهد اليوم قيامة دولة قوية أكثر من أي وقت مضى وصار اليوم صار إدراك عميق لمعنى أرضنا لمعنى حب الوطن لمعنى التضحية من أجل هذا الوطن نكشفوا كذلك وبانوا للحركة وصار من الضروري استعصالهم من الجذور دون رحمة لأنه يبقى وهما يمنقى وحنا لأن قوتنا في الأساس تبدأ أولا بتصفيد صفوفنا باتحادنا بخوفنا على ابنادنا بخوفنا على بعضنا وبالتإتفاف كذلك حول مشروع الشهداء اللي رأنا نسريه بحول الله باش نحققوها إحنا مواقفنا ثابتة كثابات جبال الجزائر وما يحركها غربي سبحانه ومن الآخير نقول من الآخير نقول أن الأمور المتعلقة بالمبادئ من شري ومن بيعوا فيها ومن قبلوا أي مساومة فيها مهما كانت العقاب مهما كانت الثمن لأن هذه الأمور عهدنا الله سبحانه وتعالى هذه الأمور هي تعرفنا بها الجناس هي بطاقة التعريف المعنوية اللي ترسم الحدود اللي ما لازم شي تخطاها أي واحد وإلا راح يدفع ثمن غالي ما كانش مساومة في المقدسات ما كانش مساومة في مقومات الهوية الوطنية ما كانش مساومة في الراية الوطنية ما كانش مساومة في الوحدة الترابية ما كانش مساومة في بيان وغمبر صارامتنا هي اللي تخلي الآخرين يفكروا ميران ويزيدوا التفكير قبل ما يربحوا معنا العيب لأن المسألة عندنا مسألة مبدأ مسألة كيان يعني مسألة حياة ولا موت بعض الأحيان نشوف مواطنين كلهم قلبهم على هذا البلاد يقوموا حملتنا ضعفة هنا وهناك وهذا شيء يفرح هذا شيء مليح لأن الإنسان متحضر يعني يحترى من المحيطة التي يعيش فيه ويحتمر الآخرين نهيك على أنه مضافة من الإيمان لكن أصبح من الضروري الآن ومن المستعجل أنه كل واحد فينا يقوم بحملتنا ضعفة داخل نفسه يعني ننظف أنفسنا من داخلنا آن الأوان باش كل واحد فينا يواجه نفسه ويحاسبها ويراجع مواقفه قلناها من قبل كأن خيارات الإنسان يدفع ثمنها طول حياته كأن خيارات الإنسان يقوم بها يدفع ثمنها طول حياته لأنه ما يقدش يرجع للوراء ويغير الشيء اللي يعمله ولما يتغير الأمر بخيارات متعلقة بالوطن الخيارات متع كل واحد مننا رايحة تنعكس على كل واحد مننا كذلك لأننا مربوطين بقدر واحد وبمصر واحد إذا حكمنا العقل وتعلمنا من درس سنوات تسعين بحق رايحين نخرج إن شاء الله أقوى أقوى ممن قبل أما إذا تسامحنا مع الخوانة والعملاء وخلنا صفوف نتعنا استراخة والدفاع نتعنا يضعف فأقولوا عن الجزائر السلام لأنه ما نصرحين يرحمونه تتسألوا مثلاً علاش كي كان بوتفليقة مخرجش الجموع تنادي بمدنية مش عسكرية علاش كي كان بوتفليقة مكانش حراك يندل بالفساد وبالنهب من سلطاك وعلاش 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 علاش اليوم كيرانا نحلوا في العقد هدية وحدة وحدة وانطهروا البلاد بالعافة أن كل يوم يخرجوا علينا بشعار جديد ونسمع زنادق يعني يحذروا من الجيش والعسكرية والدكتورية وإلى غير ذلك يعني من شعارة ذات الجيش وعلاش ونقولكم علاش لأن إماهم فرنسا رح يتبكي الدم على فقدان الجزائر وكلبها حشكم رح يتعوي من كل مكان ونقولها من النهاية ما رحيش رحي نخليه حتى حركي ولد حركي طماع يبني مجد على ظهر الجزائر والجزائرية ما رنحيش نخليه أي حركي ولد حركي يبني مجد على ظهر الجزائر والجزائرية ما رنحي رحي نخليه حتى كذاب منافق يبني زعامة على حساب طموح الأبرياء همهم الواحيد أن تتحسن حياتهم لكن الله قال بعليهم مرمش عارفين كيف العبثة بين مصير الوطن والمواطنين ومصير الشعوب العواقب انتعوا واخيمة جدا جربنا هذا التكوينة ونعرف واش هي الفتنة نعرف واش هو الحزن واش هو عدم الأمان جربنا هذا الجحيم وجزنا له أو بعبارة أخرى أولاد فرنسان وارمونا فيه ولكن الحمد لله خرجنا منه بسلام كثير اللي بعت لي كذلك من شيء قلت في الفيديو اللي فات قلت أنه نحن مستهدفين نحن مستهدفين والضرب جاي جاي هذه حقيقة السؤال ليس متى وليس متى ليس إذا ولكن السؤال هو متى الكلام هذا ما قلناش باش نخلع الناس ولن هولوهم بل بالعكس قلناش بكل شفافية وبكل وضوح أولا باش الناس تعرف لأن من حقها أن تعرف هذا الوطن انتعها والجيش جيشها وثانيا باش توجد نفوسها خاصة وتحترس وتأخذ بالها ما تبلعش طعم المسموم انتع القومية ما تبعش الناس اللي ما تحبش البلاد ويعني ويحثوهم إلى أمور لا تحمد عذاقبها الزمان اللي رانا عايشين فيه مش زمان صعب فقط بل هو زمان عسير جدا خاصة عن لي ما يعرفيش قراه وياخذ حذور منه الجزائر اليوم ما راهيش دولة مجهرية يعني تتخبى الجزائر راهي أكبر بلد في أفريقيا ومن أكبر البلدان في العالم بالخيرات والقدرات انتعها اللي يعرفها الهريب أكثر من جزائرين فكيفاش حبيتوا يعني بعدوا علينا ويخليونا في حالنا رانا في محيط جيوستراتيجي تتنفس فيه كل البلدان كل القوى تنفس جديد والسيادة الوطنية اللي كنا نعرفها بكري يعني صارت سيادة إقليمية يعني ببساطة الأقوياء يكسلوا رجليهم فوق الضعافة بالذرع حماية الأوطن اليوم ما بقاش تقتصر على جيش يحمل حدود ويشد المواقع انتاعه وداخل البلد انتاعه حماية الوطن اليوم أصبحت تتعمد تعتمد كثيرا على تغيير الأنظمة شراء الزمم تخريب الاقتصاد خلق البلبلة تدعيم الأقليات صرف الانظار بخلق الأزمات بالإضافة إلى نشر قوات خارج الحدود وبسط النفوذ والضرب الاستباقي يعني إذا كان فيه شيء يمكن راح يشكل خطر على البلاد هذا الخطر هذا لازم يزاح بأي شكل من الأشكال وبسرعة جدا وإلا راح يخلق مصيبة اللي يفهم هذا الشيء منذ الزمان هو الكيان الصهيوني ليجعل من أوليوية من الأوليوية أمن إسرائيل تغيير الشاق الأوسط كله وكثير من الأنظمة العربية يعني حتى إحنا كذلك نمستهدفين يعني بالنسبة لهم إحنا خطر ناشئ ولعل البعض ببالك شاف يعني مقالات كتباته الصحف الإسبانية على التهديد اللي رأي تشكله الآن البحرية الجزائرية على إسبانيا مثلا معنا يعني صراحة قلناها ونقولوها أنه جيش الوطني الشعبي جيش دفاع عن الجزائر وحدودها وشعبها في موضوع آخر لما نعرف كذلك ونفهم علاش حركوا حركوا للأعداء انتعنا الثعابين انتعهم لغاية شويش العقول وباش يزرعوا الشوك والخراب نفهم كل شيء نفهم أنه أحنا أصبحنا الآن في خطر عظيم لو كان من توحدوش لو كان من وقفوش راجل واحد كل ما وحده قلبه واحد روحه واحده لما نسمع دجال يصف الجيش الوطني الشعبي بجيش الاحتلال ويصنف نفسه واللي معاه بالأحرار الوطنيين ويقول بكل وقاحة ما كانش واحد يزايد على الآخرين في الوطنية يعني إلى كان هذا الوطني واش نقول على الآخرين الوطنية هي الإيمان هي حب الجزائر الملموس هي التضحية وفي مسئلة التضحية كاين اللي يمشي معك كيلومتر كاين اللي يمشي معك عشرة كيلومتر كاين اللي يمشي معك للموت هو يبتسم وكاين كذلك الدجال اللي ما يحشمش ما يمشيش معك خلاص قاعد في دارو في الرغا ويقول لك اذهب أنت وصاحبك قاتلوا وديروا الشي اللي لازم وكيدخلوا سوحطي وعيطوا نحنا بش نجي منحكم لو كان ما كانش مزايدة في الوطنية لو كان بن مهيدي الله يرحمه والكلونان بتاع فرنسا بن داود كيف كيف لو كان ما كانش مزايدة في الوطنية لو كان كانش يخبو عمامه وبشأ غبو علم كيف كيف لو كان ما كانش مزايدة في الوطنية لو كان عمروش وبلون نيس كيف كيف لو كان ما كانش مزايدة في الوطنية لو كان كان زبان الله رحمه ومقول في اللقاء كيف كيف كين إلى غاية اليوم عائلة جزائرية قدمت قربان غالي جدا ولما نقول قربان غالي قربان غالي جدا في سبيل الله في سبيل الوطن ومازالت قدم إلى غاية اليوم تضحيات ما عندهاش تمن نقولها لأنه نعرفها تضحيات ما عندهاش ثمن ما عندهاش ثمن نعمية وإحنا نعرفه مليح كذلك نعرفه مليح أصله في فصل الأبواق ووش منطين مخدمين بها وكما يقول المثال عندنا اللي نعرف بابهم يخيفوني شو يريدون في موضوع آخر كائن كذلك اللي تكلموا عن الأموال المنهوبة المغريضين قالوا كذلك لو كان حقيقة كائن محاربة الفساد لكنا شفنا أموال رجعت يعني على حساب هؤلاء نجيبوا الفاسدين في تلفزيون معهم المليارات اللي ادوهم وحتى أنه كان عملوا هذا يعني راح كذلك يقولوا بل هذه مصراحية ودرهم اللي استرجعوها راح يقسموها بناتهم لأنه اللي حاب يشعل النار ما راح ينتهي ما راح يحبس حتى ينتهي حتى يشعلها وراح باش يشعلها يستعمل أي شيء باش يوصل الهدف نعم راح يستعمل أي شيء يستعمل أي مواطن يستعمل كنتايا مواطن يستعمل مواطنين يستعمل أي شيء لخارج كل واحد لأنهم عندهم مخطط عندهم أهداف عندهم أجندة ما الأخير نقولها أن الأحرار اللي يتحارب الفساد عاهدة الله سبحانه وتعالى زمان ما ناكلوش الحرار وما نفرطوش في حقوق الشعب الأموال الحمد لله راح يتسترجع الأمر ماروش سهل صحيح حقيقة لأن الأخرين المفسدين خضاوا الاحتياط انتعهم ولكن مرناش مفرطين في دينار واحد بحول الله وبالمناسبة نقول للي يساعد الفاستين بأي شكل من أشكال أو يحاول أن يتصرف في الممتلكات انتعهم نيابة نعم وراح يخلص كذاك وليلحقهم في نهاية الأمر بعد حوالي سبعة أسابيع رح يستلم رئيس جديد إن شاء الله زمام الأمور والشعب هو اللي رح ينتخبه الأيام القادمة رح تكون في غاية الأهمية ولذلك فعلى كل مواطن يأكل قلبه على البلاد أنه يكون عارف أهمية الحدث باش يختار الرجل الوطني النظيف ونمنع حقيقة وبصفة نهائية إعادة إنتاج نظيم عفن خائن ونصد العملاء ومستلقين باش ميتسللوش وإفشاد الجهود انتعنا ونعاودوا نعيشوا أزمة وحدة أخرى رانا على مفترق طرق والأمر يتعلق بمصير وطن بمصير أمة بمصير أجيال بريئة ما راناش هنا باش نرضي وكل واحد مستحيل هذا الشيء ما راناش هنا باش نرضي وكل واحد رانا هنا باش نرضي والأغلبية الساحقة تعال الجائزة العامقة تعال الناس المخلصين لهذا البلد وفي نفس الوقت يتحتم على كل واحد منه كل واحد يحب بلاده أنه يفكر قبل ما يهضر أو يتحرك أو يتحرك يتحتم على كل واحد أنه يتصرف بيحكمه بعقاله الإنسان منه ما يخترش والده ومع ذلك يحبهم ويقدرهم ويخاف عليهم وما يحبش نسمع تقيسهم خذ أي واحد أي واحد في الشعر الجزائر خذه ويسبله يمه أم بعد ذلك شوفه شوف شو ردناتها وكيف رح يكون غير جربوه وتشوفه يعني غير جبرو وتشوفه خاصة مع الجزائرين في نفس الإطار الإنسان ما يخترش الأرض اللي يجي فيها إلى الدنيا الأرض اللي يتحميه وتوكله وتشربه يعني أمه الكبيرة أمه اللي عزيزة عليه من أمه اللي ولدته فكيفاش نسمح الحركة يتآمروا على أمنا الكبيرة ويهينوها ويناديوا الغريب باش يجي دلنس فيها ويندز شرفها نعم ندز شرفها واش من عقلي قبل هذا واش من قلب يحمل هذا القدر من الحقد والكراهية واش من رجولة واش من نخوة واش دارت لكم الجزائر باش حابين تطيحوها باش تلقى ملكم هذا القدر من الخيانة والغضر واش دارت لكم باش تتسيلوا دمها ودمعها واش هذا الخاونة انقطع حبل توبتهم والرجوع ورد عليهم هو رد صاحب الطيارة الصفرة المشهور عندنا تبكي أماتكم وما تبكيش أمنا تبكي أماتكم وما تبكيش أمنا الجزائر الجزائريين ولي ما راش حاس نفسه جزائري اللي ما راش حاس نفسه جزائري باب سد دي ما ترد تبكي أماتكم وما تبكيش أمنا نفسه جزائريين